رعى سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفان رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب اليوم افتتاح فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الخامس للتعلم الإلكتروني الذي يعد أكبر مؤتمر علمي في البحرين بثنظيم من جامعة البحرين وفي تصريح لسموه بهذه المناسبة عبر عن سروره برعايته افتتاح أعمال المؤتمر والمعرض الدولي الخامس للتعلم الإلكتروني الذي يُعقد هذا العام تحت عنوان تكنولوجيا مبنية على علوم عقل الإنسان وجائزة الأمان العامة في دورتها الثانية في تصميم وتطوير المقاررات الإلكترونية على مستوى جامعات دول مجلس التعاون الخليجي وقال سموه إن انعقاد هذا المؤتمر للمرة الخامسة في مملكة البحرين وبهذه المشاركة الكبيرة من قبل مجموعة من الخبراء الدوليين في التعليم الإلكتروني إنما يؤكد المستوى العالي الذي وصلت إليه مملكة البحرين في مجال التعلم الإلكتروني وزيادة خبراتها التقنية من خلال ما تم تهيئته من بيئة إلكترونية رقمية وحاضنة علمية متكاملة وكوادر واعدة في هذا المجال الحيوي والهم وأضف سموه لقد سهم التعلم الإلكتروني وهذا النمط التعليمي المعتمد على الابتكار والإبداع بعيدا عن التلقين في تعزيز عملية التنمية والتطوير وإعداد جيل من المؤهلين والمدربين على أحدث مستويات المعرفة والقادرين على التعامل مع المستقبل واستشرافه بطرق المعاصرة وهو ما تسع إليه وتليه الحكومة أهمية كبيرة باعتباره أحد أهم عناصر الاستثمار الأمثل في التعليم الحديث الذي يأتي في إطار عملية تطوير التعليم والتدريب ومبادراته التي انتهجتها مملكة البحرين خلال السنوات العشر الماضية وتوجه الحكومة نحو التحول الرقمي الإلكتروني في كافة المجالات وأشار السمو إلى نحتضان جامعة البحرين لهذا الحدث العلمي الهام واختيار مركز التعلم الإلكتروني بجامعة البحرين مقرا للأمانة العامة لجائزة الأمانة العامة لمجلس التعاون في تصميم وتطوير المقررات الإلكترونية هذه المبادرة الالتجاءة بتوجيهات من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون تؤكد على دورها أو يؤكد على دورها الحيوي الذي تطلع به في خدمة المجتمع البحريني ومساهمتها الفاعلة في العملية التعليمية من خلال نقل الخبرات والمعرفة والبحث والتطوير الذي يشجع على الإبداع في مجالات التعليم الإلكتروني الذي هو مستقبل التعليم ووجه سمو شكرا لجامعة البحرين ومركزين للتعلم الإلكتروني بالجامعة وجمعية المهندسين الإلكترونيين والكهربائيين العالمية ولكافة القائمين على المؤتمر متمنيا للمؤتمر النجاح والتوفيق في تحقيق هدافه وفي كلمة له خلال حفل الافتتاح أشار وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي إلى النقلات النوعية التي حققتها البحرين في مجالات التعليم بعامة والتعليم الإلكتروني بصفة خاصة من خلال مبادرات المشروع الوطني للتعليم والتدريب ومن بين تلك المبادرات مشروع جلالة ملك البلاد المفدى لمدارس المستقبل من جهته أشاد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن رشد الزياني في كلمة ألقاها بالنيابة عن رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عادل خليفة الزياني أشاد بجهود مملكة البحرين ومؤسساتها التعليمية المختلفة في تعزيز مسيرة العمل المشترك في البعد التعليمي من ناحيته تحدث المدير الإقليمي للمعهد العالمي للهندسة والإلكترونيات جوزيف مودلسكي عن المعهد والدور الذي يقوم به في صناعة التعليم مشيرا إلى أن عدد المشتركين في المعهد يصل إلى 430 ألف عضو في 45 مجتمعا معرفيا في 190 دولة حول العالم وقد عرض مركزين للتعلم الإلكتروني في جامعة البحرين فيلما قصيرا عن واقع التعلم الإلكتروني في الجامعة والشركات التي يقيمها في هذا المجال بعد ذلك قام سمو بتكريم رعاة المؤتمر والمتحدثين الرئيسيين والفائزين بجوائز الأمان العامة لدول مجلس التعاون الخانجي للتميز في تصميم وتطوير المقاررات الإلكترونية وأعضاء لجنة تحكيم الجائزة كما افتتح سمو المعرض المصاحب الذي احتوى تقنيات وحلولا ذكية في مجال التعلم الإلكتروني حيث طلع سمو على عروض الشركات المتخصصة في هذا المجال اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة